هل لسه في فرصة للثلوج موجودة في نهاية الشهر؟ وآخر التحديثات بتاريخ اليوم 21-1-2024 بدايةً كنا عم نمر بأحوال جوية أو ارتفاعات على درجات الحرارة بأحوال جوية مستقرة ولكن متوقع أن يكون فيه سلسلة من المنخفضات الجوية القادمة على المملكة بدايةً من يوم الثلاثاء اللي رح نؤثر فيها بأول منخفض جوي واللي تم تصنيفه من الدرجة الأولى وبعد ذلك رح يكون فيه على منخفض آخر موجود مع نهاية في الأسبوع القادم من يوم الجمعة ويوم السنة أهلاً مهند إحنا الأيام هاي عندنا الأجواء بشكل عام معتدلة ولطيفة نتيجة كتل دافئة نسبية متأثر على المملكة والمنطقة لكن هاي الأجواء اللي قاعدين منعيش هالأيام هاي وحتى بكرة رح تنتهي ويصير عندنا انقلاب جذي على الأجواء ابتداء من يوم الثلاثة فإحنا إذا منطلع على الخريطة الموجودة عن خريطة الأنظمة الجوية رح نلاحظ تعرضنا لهذا المرتفع الجوي كان في عنا هواة دافئ في مضغط بلاد الشام والأردن عمل على رفع درجات الحرارة لحدود العشرين درجة مئوية في العاصمة عمان لكن هاي المنظومة بإذن الله رح تتغير ابتداء من يوم الثلاثة يوم الثلاثة متوقع حسب خريطة الأنظمة الجوية الموجودة على اليسار رح يكون في عنا مرتفع جوي قوي وعنيد على أجزاء واسعة من غرب القارة الأوروبية وشمال أفريقيا هذا الشيء رح يسمح بالتيار النفاث بالتحرك باتجاه منطقة جنوب شرق القارة الأوروبية بما فيها منطقة بلاد الشام والأردن بعمل على دفع الهواء البارد نحو المنطقة يؤدي إلى تشكل عدة منخفضات جوية فإحنا رح نتأثر بإذن الله بأول منخفض جوية يوم الثلاثة مصنف من الدرجة الأولى بجلبنا الأمطار إن شاء الله على فترات يوم الثلاثة والأربعاء بينما المنخفض الثاني إن شاء الله رح نتأثر في يوم الجمعة والسبت رح يجلبنا برضو الأمطار لكن متوقع يكون إن شاء الله أكثر شدة سيتم تصنيفه طبعا الأيام القليلة القادمة في معه شوية ممكن يكون في شوية زخات ثلجية صباح السبت لكن هاي الأمور بالنسبة للثلج بحاجة لمتابعة أكثر بخصوص أنه ثلجي شامل للأردن للآن لا يوجد حسب آخر التحديثات ثلجي شامل وواسعة النطاق بحيث يتغطي كافة المدن الأردنية هذا الشيء غير موجود على الخراط حاليا حسب آخر التحديثات حيث لا يوجد حواء بارد قطبي يمتد إلى المناطق جنوب شرق قارة أوروبا بحيث يمتد إلى منطقة بلاد الشام والأردن حسب آخر التحديثات هو سيبقى باتجاه جنوب تركيا لن يتعمق باتجاه بلاد الشام وسنوافيكم بآخر التحديثات إن شاء الله أول بأول